هذا البرنامج برعاية زين اهلا بكم مشاهدين الى جلسة الاعمال من سي ام بي سي عربية انا الطيب عبدالمايت هذه ابرز الاجندة على الطاولة لهذا المساء قبل يومين من الاضراب استجابة جزئية من الحكومة الكويتية لمطالب عمال النفط 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وامريكا الجنوبية وخطة مشتركة للتطوير ر بي اس يخطط لتسريح 600 موظف في خطة لخفض التكاليف ارحب بكم من جديد استجابة مؤسسة البترول الكويتية بشكل جزئي لمطالب عمال قطاع النفط الذين يهددون ببدء اضراب عن العمل يوم الأحد احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم الوظيفية والمالية لكن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البترو كيماويات قال لرويترز ان الاضراب قائم في موعده ولا تراجع عنه وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي ان مؤسسة البترول الكويتية قررت تجميد المبادرات التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشأن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على قطاع النفط وسعي لاستثناء القطاع النفطي من المشروع تعتزم بريطانيا تنفيذ خطط حكومية تكلف شركات الطاقة ثلاثة مليارات جنيه استرليني اي ما يعادل 4.3 مليار دولار من اجل مساعدة المواطنين على خفض الفواتير وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الوقت الذي وصلت فيه تكلفة خفض طن واحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون 94 جنيها استرلينيا اي ما يعادل ثلاثة اضعاف التكلفة في الخطط السابقة شهدت فعاليات المنتدى الدولي لتطوير دور النقل البحري والتي انطلقت في القاهرة شهدت الاعلان عن انشاء شركة خطاع خاص مشترك للنقل البحري بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية وشركة اخرى للخدمات اللوجستية وذلك بهدف تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية والتي سجلت نحو 30 مليار دولار بنهاية العام 2014 15% فقط هي نسبة مشاركة قطاع النقل البحري في عملية التبادل التجاري بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية نسبة دفعت جامعة الدول العربية الى عقد اربع قمم حتى الان قمم تمخض عنها الشروع في انشاء شركة قطاع خاص مشتركة للنقل البحري بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية وشركة اخرى للخدمات اللوجستية وذلك سعيا لاستغلال فرص النمو المتاحة في قطاع النقل البحرية ورسم خطوط ملاحية منتظمة تربط بين الجانبين اقتلح في القمة الاقتصادية في 2013 انشاء شركتين شركة ملاحية وشركة لوجستية لكي تضمن ربط التجاري بين الدول العربية وامريكا الجنوبية فتم اللقاء مع عدة شركات وممثلين من كل الجانبين وتم الاتفاق على ان تنشأ هذه الشركتين وتطرح لها دراسة جدوى هذا سيخلق فرص عمل سيجيب مزيد من الاستثمارات في مجالات بناء السفن الإيجار التمويلي للسفن في مجال إنشاء مناطق لوجستية إنشاء مبردات هي محاولات اذا لقلق وتطوير التواجد العربي على الخريطة اللوجستية الدولية والتي بدورها تصم في تنمية حركة التجارة بين مجموعة الدول العربية ودول امريكا الجنوبية والتي لا ترقى مؤشرتها حتى الآن إلى المنشود منها حيث يتروح التبادل التجاري بين الجانبين بين 60 إلى 80 مليون طن سنويا بنحو 30 مليار دولار بنهاية عام 2014 أمريكا الجنوبية من الأسواق المهمة الغنية يمكن فيها كثير من المنتجات لا تنتج عندنا وأيضا يمكن النتيجة لوجود حوالي 30 مليون من أصل عربي هناك فأعتقد أن منتجتنا أيضا سيبقى لها دمان طلب مرن موجود هناك لا شك أن القطاع الخاص سيقوم بنفسه بالتعامل مع مصالحه ومع المنتجات التي تذهب صادرات أو واردات يذكر أن كثيرا من الدول العربية تعمل على تطوير ما هو قائم لديها من أرصفة وإنشاء أخرى بأعماق تتناسب مع تطور أحجام السفن إضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية وإدخال نظام الشباك الواحد بالموانئ البحرية لكن يظل العمل على جذب القطاع الخاص لإنشاء المناطق اللوجستية ومشروعات القيمة المضافة هو شغلها الشاغل ناد عبد السلام سي ام بي سي عربية القاهرة إذن مباشرة إلى القاهرة دكتور خالد الصخطي رئيس قسم إدارة اللوجستيات النقل في كلية النقل الدولي واللوجستيات يا دكتور مساء الخير أنا أشكر وجودك معنا دعنا نبدأ من حيث انتهى هذا المنتدى الدولي لتطوير النقل البحري والذي جاءت في توصياته ضرورة تفعيل ربما التجارة بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية لوجستيا هل هذه الخطط من الممكن أن تتحقق بموجب ما توصل إليه المجتمعون في ضرورة إنشاء شركة خاصة للملاحة وشركة أخرى اللوجستية مساء الخير على حضرتك طبعا في البداية أود أن أرحب بالسادة المشاهدين طبعا لوجستيا يمكن تحقيق تلك الشركتين دعني أقول لسيادتك من خلال التقرير اللي عرضتمو أن هناك أكثر من 60 إلى 80 مليون طن بالفعل تتوجه إلى الدول العربية في شكل واردات من دول أمريكا الجنوبية إذا ما نظرنا إلى تلك المنتجات على سبيل المثال وليس الحصر في اللحوم مثلا نجد أن هناك خمسة دول عربية من أكبر عشر دول مستوردة لللحوم من دول أمريكا الجنوبية وعلى الأخص البرازيل إذا نظرنا إلى الدواجن المجمدة ستجد أن هناك تسعة دول عربية من العشرين دولة الأولى المستوردة للدواجن المجمدة من البرازيل وبالتالي هناك بالفعل طلب موجود في الأسواق العربية على المنتجات في دول أمريكا الجنوبية هناك زيادة في التبادل التجاري من الناحية اللوجستية مع جميع الدول أمريكا الجنوبية وعلى الأخص دولتين البرازيل والأرجنتين وبالتالي لوجستيا هناك فاقد في العرض من شركات تقدم خدمات لوجستية وبالتالي أنا أعتبر أن هذا المشروع أتى في الوقت الصحيح لزيادة تنمية التبادل التجاري وخدمة الواردات لجميع الدول العربية نعم دكتور النقل البحري يشكل حوالي 15% من النقل الذي يستخدم للتواصل بين أمريكا الجنوبية والدول العربية مثل هذا التوجه إلى أي مدى سيزيد هذه النسبة النسبة بطبيعة الحال وما هي أهمية النقل البحري ومزاياه؟ النقل البحري له أهمية كبيرة فدعني أقول لسادة المشاهدين أن أكثر من 92% من تجارة العالم بتنقل بحر من حيث الكمية وحوالي أكثر من 86% من حيث القيمة وطبعا دول أمريكا الجنوبية وفقا لموقعها الجغرافي هي تبعد طبعا آلاف الأميال عن الدول العربية وبالتالي يصبح وسط النقل البحري هو الوسط الأنسب من ناحية التكلفة وبالتالي تم العمل على إنشاء شركة مشتركة في النقل البحري من ناحية أخرى إذا ما نظرنا إلى مؤشر الأداء اللوجستي لجميع الدول العربية الصادر عن البنك الدولي لعام 2014 وهو آخر إحصائية صادرة عن البنك الدولي سنجد أن الدول العربية في مقدمة حتى الدول أمريكا الجنوبية من حيث التكلفة اللوجستية والتتبع والوقت المطلوب لإنشاء الشركات فمتوسط عدد الأيام لإنشاء الشركات في الدول العربية بلغ حوالي في المتوسط 18 يوم لأن هناك دول لا تتعدى يومين وثلاثة أيام في حين وصلت إلى أكثر من ثمانين يوم في دول أمريكا الجنوبية وبالتالي هناك حافز استثماري لرجال الأعمال والحكومات والقطاع الخاص للعمل على إنشاء مثل تلك الشركات فالخدمات اللوجستية في المواني البحرية في جميع الدول العربية في تحسن مستمر مؤشر الأداء اللوجستي يشير إلى ذلك في السنوات الأخيرة عندما نتحدث عن إنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للنقل البحري ما الذي نعنيه بذلك تحديدا عندما نقول قطاع خاص فنحن نتحدث عن القطاع الخاص بحيث أن يكون هناك أكثر مشاركة لزيادة التبادل التجاري نتحدث عن المواني البحرية العملاقة المواني المحورية التي توجد في جمهورية مصر العربية هناك مواني محورية مثل ميناء شرع بورسعيد هناك مواني محورية كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية في المملكة المغربية هناك مواني كان هناك تمثيل اليوم في المنتدى من كبرى المواني البحرية في البرازيل وتحدث عن رغبته في وجود شراكة مع المواني البحرية هناك شراكة ما بين كثير من المستوردين والمصدرين مع نظرائهم في دول أمريكا الجنوبية فنحن نتطلع إلى فرص استثمارية من الجنباء من حيث القطاع الخاص لتمويل مثل تلك الشركات سواء كانت في النقل البحري أو في الخدمات اللوجستية نعم من الواضح أن الميزان التجاري يمين لكفة الدول أمريكا الجنوبية على حساب الدول العربية في مزألة التبادل التجاري بين المنطقتين يعني إلى أي مدى هذا التوجه الجديد من الممكن أن يدعم الكفة لصالح الدول العربية وما هو السوق المتوقع لها في تلك الدول إذا تحدثنا عن دول أمريكا الجنوبية فهناك أهمية اقتصادية لدول أمريكا الجنوبية الأهمية الاقتصادية تتمثل في البعد التجاري أولا من حيث أن هناك زيادة في التبادل التجاري بين دول أمريكا الجنوبية ودول العالم وهي تبحث عن تكتلات اقتصادية جديدة والدول العربية تعتبر سوق كما ذكرت أن تعتبر من أكبر مستوردي اللحوم والذرع على سبيل المثال على مستوى العالم هناك بعد تسويقي لا ننسى أن هناك تكتلات اقتصادية عملاقة ظهرت في دول أمريكا الجنوبية في الأوين الأخيرة من البعد السياسي نحن نبحث في المستوى الاستراتيجي عن تكتلات جديدة بحيث تلبي الرغبات واحتياجات الأسواق لا ننسى أيضا البعد الصناعي دول أمريكا الجنوبية هي تعتبر ققرة بـ 13 دولة المتواجدة في دول أمريكا الجنوبية بها الكثير من المعادن وكثير من الحاصلات الزراعية أنا أشكر بها كثير من الموارد الطبيعي صحيح شكرا جزيلا لك دكتور خالد الصغط رئيس قسم إدارة لوجستيات النقل في كلية النقل الدولي واللوجستيات كنت معي من القاهرة تمكنت جيف أتشي من إبرام تسوية شاملة مع أحد الرؤساء السابقين للمجموعة حصلت بمختضاها على مبلغ أربعة ملايين دولار عبارة عن نقد وأسهم وعقارات من أصل مبلغ 8.7 مليون دولار تقريبا ضمن تسوية لسداد 8.7 مليون دولار مكافآت غير قانونية لمجلس الإدارة وأقامت شركة القضية ضد إثنين من رؤساء مجلس الشركة السابقين فيما يتعلق بمكافآت حصلة عليها بطريقة غير قانونية تدرس مجموعات مصرفية خليجية إعداد مسودة مشروع مشترك لتأسيس وكالة تصنيف ائتماني للمؤسسات المالية والمنتجات السيادية في دول الخليج نتابع التقرير ما إن بدأت وكالات التصنيف الائتماني في مساسة لخفض التصنيفات الائتمانية لدول الخليج حتى بدأت مظاهر الاستنكار في الظهور تجاه هذا التوجه الذي انتهجته تلك الوكالات ولا سيما أن هذه التخفيضات نظر إليها على أنها قد تمت المبالغة فيها إلى حد كبير وأن الوكالات قد أخفقت في تقدير القيم الحقيقية لأوضاع الديون السيادية والصناديق الائتمانية لهذه الدول موجة الاستنكار التي صاحبت عمليات خفض التصنيف دفعت الجهات الاقتصادية بدول الخليج إلى التفكير في إنشاء وكالة تصنيف ائتمانية خاصة بها تمكنها من الخروج من قيود تلك الوكالات وهو أمر تجلى بقيام مجموعات مصرفية خليجية بإعداد مسودة مشروع مشترك لتأسيس وكالة تصنيف ائتماني تختص بالمؤسسات المالية والمنتجات السيادية لدول المنطقة السينار المتوقع لإنشاء وكالة تصنيف محلية يمر بأحد اتجاهين لا ثالث لهما فإما أن تتجه دول الخليج إلى دعم الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف التي تتخذ من البحرين مقارا لها عن طريق تأكيد اعتمادياتها وتقديم الخدرات والإمكانيات المطلوبة لكي تتمكن من القيام بمثل هذه المهمة أو أن تلجأ هذه الدول إلى تأسيس شركة تصنيف مشتركة مع وكالات التصنيف العالمية بحيث تكون هذه الشركة أكثر تخصصا في شؤون دول المنطقة وكالة التصنيف المنشودة إن كتب لها النجاح والدعم بالإضافة إلى الاعتراف المطلوب فإنها ستشكل نجاحا آخر لدول الخليج ولا سهم أن هذه الدول ستتمكن أخيرا من الخروج من عباءة الوكالات العالمية وما قد تكون مرتبطة به من أجندة لازلتم تتابعون جلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية بعد الفاصل سنقف على التستر التجاري من خلال فقرة استشارة ما هو التستر التجاري ما هو تكيفه القانون والعقوبات التي تطال من يمارس ذلك معي مباشرة الأستاذ عبد الرحمن الرحيلي المحامي والمحكم التجاري المعتمد بعد الفاصل يحتاج إقليم كردستان العراق إلى دعم للميزانية لسد عكز شهري قدره مئة مليون دولار لذلك فهي ستقبل أي شروط قد توضع للمساعدات ودى هبوط أسعار النفط العالمية إلى تفاقف المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الإقليم والتي بدأت في أوائل 2014 حين خفضت بغداد الأموال المخصصة للإقليم لمعاقبته على تصدير الخام بشكل مستقل في مسعى للاستقلال اقتصاديا عن العراق يخطت رويل بانك أوف سكوتلاند الذي تدعمه الدولة لتسريح ستمائة موظف من فروعه المحلية في دريطانيا في أحدث جولة لإلغاء الوظائف وإغلاق الفروع وستكون الوظائف الملغات في فروع البنك بشمال وجنوب شرق وشرق إنجلترا وفي لندن وسيقلق البنك نحو أربعة وثلاثين فرعا وسيقلل ساعات العمل في مئات الفروع الأخرى في خطة صارمة لخفض التكاليف استخدام التقنيات السحابية في الأنظمة المحاسبية لشركات وقوائمها المالية كانت أبرز محاور المؤتمر الرابع لمعحد المحاسبين الإداريين IMA في الرياض ويأتي المؤتمر هذا العام مع تزايد التزام الشركات السعودية بالنظام الإلكتروني الجديد الخاص بنتائج حسابات الشركات والمسمى قوائم تفاجئنا التكنولوجيا كل يوم بمزيد من الاستخدامات في قطاع الأعمال والمحاسبة فإضافة لبرامج الحاسوب بدأت تتشكل قواعد بيانات تعتمد على شبكة الإنترنت وفي هذا السياق أقيم في الرياض المؤتمر الرابع لمعهد المحاسبين الإداريين IMA بالشرق الأوسط والذي يعقد هذا العام تحت شعار العصر الجديد للتكنولوجيا المحاسبية هو المحرك الأساسي للتغيير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنظمة لهذا المؤتمر أكدت أن المملكة قطعت شوطا جيدا في سياق استخدام التقنيات في المحاسبة ومنها نظام وزارة التجارة المسمى بقوائم والذي بلغ عدد الشركات التي أودعت قوائمها المالية فيه أكثر من 21 ألف شركة نؤمن كهيئة السعودية المحاسبين القانوني أنه يفترض أن تكون المبادرة من الشركات نفسها الإيمان هذا منطلق من أساس أنه إذا الشركة لم تبادر بنفسها في استخدام التقنية وتطور حسب التغييرات التي تحدثت يوميا معناها ستخرج من السوق ومع فائدة التقنيات تبرز مخاطر عدة على معلومات الشركات المحاسبية خاصة خوادم المواقع المستضيفة لمعلومات الشركات ما يجعلها بحاجة لنظوم قوية لا يمكن اختراقها في ثلاث أسباب اختراقات مهمة إما التكنولوجيا التي هي فيسكلي الحواسي بالبرامج الموجودة تكون قديمة غير محدثة بهذا الحال ممكن المخترق يحصل فيها ثغرة في إدريه يستغلها السبب الثاني ممكن يكون عندك الأجهزة عندك البرامج ولكن غير مفعلة فالأشخاص الذين يدورونها هم القطاع الـ IT أو الـ تكنولوجي غير مهيئين غير مدربين فبهالحالة هذه ممكن المخترق يستغل هذه الثغرات ويسرق البيانات أو يدخل على الأجهزة والنقطة الثالثة اللي نراها الضعف الثالث هو أن الفرد يكون ضعيف بحيث أن البنك أو المؤسسة المالية عندها الأجهزة الحديثة وعندها الخبراء بحيث أنه يستدرون يسدرون معظة الثغرات فيتجه المخرب من البنك أو المؤسسة المالية إلى الشخص في المنزل بحيث أنه يسرق من الشخص في المنزل بياناته عن طريق التواصل الاجتماعي أو طرق ثانية استخدام التقنيات الحديثة في المحاسبة بات أمراً عضوياً في حياة شركات الحديثة فهي تسهل عمل الشركة والشفافية في قوائمها المالية ولكن رغم أهمية التكنولوجيا إلا أنها قد تعرض الشركة للاختراق وتشكل خطراً عليها ما لم تستخدم منظمة قوية تحمي بها معلوماتها عطل الشامريسي NBC عربية الرياض أرحب بكم من جديد إلى فقرة استشارة اليوم سنتحدث عن التستر التجاري والتستر التجاري واحدة من الآفات الاقتصادية الكبيرة التي تهدد كثير من الدول ورأينا في السعودية على وجهة تحديد تفشي هذه الظاهرة التستر بمفهومه العام هو الاشتراك في إدارة منشأة دون علم الجهات الرسمية هذا هو التعريف العام لكن نحن عبر هذه الجولة سنحاول أن نقف على التكييف القانوني لتستر التجاري وعقوبات التستر التجاري وإلى أي مدى يعتبر تستر التجاري جريمة من الدرجة الأولى تستوجب العقاب بطبيعة الحال وكثير من الأسئلة في هذا السياق أنقلها إلى ضيفي الأستاذ عبد الرحمن الرحيلي المحامي والمحكم التجاري المحتمد يا أستاذ عبد الرحمن أرحب بك أولا ما هي جريمة التستر يعني ما هو التكييف القانوني لهذه الجريمة والمواد التي تتحدث عن ذلك أهلا بك أستاذ طيب أنت وجميع المتابعين لقناة سين بي سي العربية أشكركم على هذه الاستضافة جريمة التستر التجاري بكل بساطة ووضوح أن يقوم شخص غير سعودي بممارسة الاستثمار وممارسة أعمال غير مرخص له بها وذلك بمساعدة شخص سعودي يقوم بالتستر عليه هذه هي جريمة التستر التجاري بكل بساطة نعم هل يمكن للأجنبي غير السعودي أيضا أن يمارس جريمة التستر نعم الأجنبي قد يرخص له بالاستثمار في المملكة العربية السعودية عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ثم يقوم الأجنبي بالتستر على شخص غير سعودي آخر يقوم بالأعمال الغير مصرح له بها وهذه بحد ذاتها جريمة التستر جيد إذن بغض النظر عن كونه سعودي أو غير سعودي كل شخص يقوم بهذا الفعل يعتبر ممارس لهذه الجريمة ما هي المواد التي تتحدث عن ذلك صراحة على المستوى القانوني الحقيقة المنظم السعودي منذ فترة متقدمة تحدث عن جريمة ونظم جريمة أو عاقب عليها جريمة التستر التجاري وذلك بنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 22 لعام 1425 نعم جيد هل هي جريمة يعني دائما تخترن يقول لك تستر التجاري وهو الأشهر في هذا السياق هل هي تختصر فقط على التجارة أم من الممكن أن تشمل أشياء أخرى لا سؤال مهم في الواقع لأن كثير من الناس يظن أن جريمة التستر مقتصرة على الجوانب التجارية والحقيقة أن جريمة التستر تشمل الجوانب التجارية والجوانب المهنية والجوانب الصناعية إلى غير ذلك من الجوانب الأخرى التي تشمل جريمة التستر ثم أن جريمة التستر هي لا تكتفي بشخص واحد جريمة التستر يكون فيها أكثر من طرف الطرف المتستر عليه وهو الغير سعودي وكذلك الطرف المتستر وهو الشخص السعودي أو الشخص المرخص له بالاستثمار في المملكة العربية السعودية نعم لماذا هناك حديث عن صعوبة إثبات جريمة التستر التجاري الحقيقة طبيعة جريمة التستر والتستر التجاري بالذات قائمة على السرية والخفاة فهي اتفاق بين المتستر والمتستر عليه لا أحد يعلم عنه وهم في الظاهر كأنهم منشآها قانونية لغبار عليها ولذلك حتى المنظم تنبه لهذا الأمر وجعل هناك مكافأة لمن يقدم أي مستند تستطيع جهة الضبط أن تقوم بالتحقيق والاستناد عليه لتحريك الدعوة الجنائية ضد التستر التجاري وذلك لعلم المنظم أن هذه الجريمة جريمة صعبة الإثبات ولكن في حال ثبتت هذه الجريمة وأدين بها المتهمون فالعقوبات رادعة وصارمة جداً أستاذ عبد الرحمن إذن في حال ثبوت هذه الجريمة وإدانة المتهمين ما هي العقوبات الحقيقة أن إدانة المتهمين إذا أدينه بجريمة التستر التجاري فتنتظرهم أولاً عقوبة السجن بما لا يزيد عن سنتين الأمر الثاني تنتظرهم الغرامة بما لا يزيد عن مليون ريال سعودي الأمر الثالث يتم إعلان منطوق الحكم في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليهم إضافة إلى ذلك أن الغرامة قد تتكرر بعدد الأشخاص المشتركين في الجريمة وكذلك سيكون الأشخاص المشتركين في الجريمة متضامنين بالوفاء بجميع الرسوم والضرائب والزكاة المترتبة على المنشأة التجارية والتي حال دون استفاءها جريمة التستر التجاري نعم وعقوبات رادعة بطبيعة الحال أستاذ عبد الرحمن لكن يبدو أن الجماعة يستغلوا صعوبة الإثبات هذه ويلعبوا على هذا لكن في حال أيضا إذا ثبتت الجريمة على المنشأة هي لا تطال فقط المتستر والمتستر عليه بل أيضا حتى المنشأة يتم شطب السجل التجاري فيها يتم إلغاء الترخيص للشخص الأجنبي يتم إقفال وتصفية المحل هذه جميعها عقوبات رادعة في هذا الجانب كمان يا رب استرنا من التستر التجاري أنا أشكرك أستاذ عبد الرحمن الرحيل المحامي والمحاكمة التجاري المعتمد شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات القيمة في هذا الموضوع شكرا جزيلا وأشكر حسن متابعتكم لجلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج منتج هذه الجولة على فتح ومخرجها عبر البطارسة إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية زين